السلام عليكم اذكر بان موقع مشروح القنوات الرسمية له فقط اثنتان هما التان تجدهما على موقع مشروح وتجد دائما الرابط الخاص بالقناتين اسفل الفيديو لان هناك عشرات لم نقل مئات المواقع والقنوات التي تحمل اسم مشروح ولا علاقة لها بمشروح اذا هذه النقطة احببت ان اوضحها نعود الى موضوعنا الامر كما قلت يتعلق بفضيحة ضربة قبريات الشركات مثل ابل وسامسونج والضحية لهذه الفضيحة هو المستخدم هو انا انت ابنك اخوك او اي شخص نعم فهذه الفضيحة لا تتسبب فقط في خسائر مادية بل يمكن ان تتسبب في خسائر بشرية تصل الى ارواح لا قدر الله فقبل ما يزيد عن العام تقريبا كنا قد تعرفنا او شاهدنا الفضيحة التي ضربت شركة ابل مع اطلاقها لهاتف ايفون 6 حيث وقعت عدة انفجارات للهاتف وادت الى نشوب عدة حرائق في مجموعة من المتاجر والاماكن المتعددة والغريب في الامر هو ان نفس الشيء بعد مدة لا تتجاوز بضعة شهور حدث مع شركة سامسونج كما نعلم قبل شهور قليلة حدثت نفس المشكلة مع هاتف النوت 7 الذي انفجر وفي حالات كثيرة جدا ما جعل الشركة نفسها تقوم بسحبه من الاسواق وكلفها مبالغ ماليها الى تجاوزة المليار دولار هذا فقط ما تم الاعلان عنه لكن الخبراء يقولون بان خسائر الشركة من النوت 7 وما حدث له تتجاوز المليار دولار الى ملايار كثيرة جدا خصوصا على المدى القصير وصمعة الشركة تضررت بشكل كبير جدا لذلك بدأنا نسمعها تحضر منذ الان للاعلان عن هاتف الاس 8 الغالاكسي اس 8 كان السبب في استعجال لطرح هذا الهاتف ما حدث مع النوت من انفجارات ادت الى مجموعة من الخسائر سواء للاشخاص الذين سارعوا الى شرائه او حتى للشركة نفسها كما قلنا لذلك فالنصيحتي لك كمستخدم عندما يتم طرح اي هاتف جديد عندما اقول هاتف جديد انا لا اقصد الهاتف الجديد الموجودة منذ فترة في الاسواق مثل مثلا الايفون 5 او الايفون 6 او حتى الاس 7 اج والاس 7 العادي والاس 6 وهذه الهاتف الموجودة الاس جي فول الاس جي فايف نفسه حتى والهاتف الموجودة يعني منذ فترة في الاسواق هي لازالت جديدة لكنها موجودة في الاسواق ليس هاتف مستعمل هو يضل جديد لكن له مدة في السوق الهاتف الجديد الذي اقصده انا في العنوان هو الهاتف الجديد الذي يتم اطلاقه في نفس الوقت يعني يتم اطلاقه حديثا وتذهب لتسارع لشرائه هذا هو الهاتف الذي لا أريدك أن تشاريه في ذلك الوقت أمهله أعطيه بعض الوقت فعندما ترى بأن شركات مثل أبل و سامسونج و هاتن شركتان هم أكبر الشركات المصنعة للهواتف على مستوى العالم فعندما تشاهد بأن هذه الشركات تقع لها انفجارات في الهواتف تتسبب في خسائر مادية ويمكن أن تتسبب حتى في خسائر بشرية كما قلت بداية في الأرواح لقدر الله فعندما يحترق مجر أو منزل يمكن أن يؤدي بحياة ليس فقط فرض واحد بل عدة أفراد لا قدر الله إذن في المسألة خطيرة جدا والأمر لا يقتصر فقط على البطارية و الانفجارات فالهواتف الجديدة بالرغم من كل تجارب الاختبارات التي تقوم بهذه الشركات فيمكن أن تحدد فيها بعض المشاكل بعد إطلاقها والتجربة أثبتت ذلك بالفعل هناك مشاكل في الهاردوير كما شاهدنا مع الانفجارات تكون أيضا هناك مشاكل في السوفتوير تكون بعض المشاكل التقنية خلل في وظيفة معينة بعض الثغارات وأشياء من هذا القبيل إذن دائما هناك احتمال لوجود مشكلة ما سواء في السوفتوير أو الهاردوير لذلك أذكر بالأمر مجددا لا تشتري أي هاتف يتم إطلاقه في نفس الوقت بل أمهله بعض الوقت خصوصا إذا كان هاتف لشركة صينية أو شركة صغيرة فالشركة مثل أبل وسامسونج نفسها تنفجر هواتفها بالرغم من كل إجراءات السلامة وبالرغم من كل الخبر التي لديها في هذا المجال بالرغم من كل ذلك لازالت تعاني من هذه المشاكل فما بالك بالشركات الصغيرة والناشئة والجديدة خصوصا شركة صينية فهواتفها أولى بالانفجار إن صح القول من هواتف الشركات العملاقة لذلك احذر تمهل تريد خذ وقتك يا حبيبي يا أخي الغالي شراءك لهذا الهاتف يمكن أن يتسبب لك في مشاكل مادية أو خسائر مادية كما يمكن لقدر الله أن يتسبب لك في خسائر بشرية كما قلنا الانفجارات أمر خطير جدا ويتسبب في حرائق وهذا الأمر لم يحدث مرة واحدة فقط أو مرتين بل حدث في الكثير من المرات إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه أحببت أن أوضح هذا الأمر وأنبه إليه لأنه أمر خطير جدا وللأسف نحن نقبل على الصراع والمنافسة في الشراء الهواتف الجديدة خصوصا الهواتف الصينية ذات الأسعار المنخفضة فإحذر إحذر مع أي هاتف سواء كان لشركة معروفة أو شركة صينية إن أعجبك الموضوع لا تنسى الضغط على زر اللايك ومشاركة الحلقة حتى يصل هذا التحديد إلى أكبر قدر ممكن كما لا تنسى الاشتراك إن كانت هذه مرتك الأولى مع حلقات موقع مشروح وعلى أمل لقائبك إن شاء الله في الحلقة المقبلة دمت آمنا ودمت طيبا